السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الرضايح في هذا الدرس سوف أشرح عن الألتر تايبل الألتر تايبل هي من داتا موديفكيشن لانجوج ما فائدتها؟ دي أريك ما فائدتها الآن أنا كونت جدولين جدول اسمه أوردر وجدول اسمه أوردر آيتم وأوردر آيتم كانت فيه هذه الحقولة دي كونناها سابقا الآن اكتشفت أنه أنا هذا الجدول فيه نقص لابد أن أضع سعر الحاجة أمامها أنا عندما عندي آيتم آيدي له وعنده نيم لابد أن يكون لها برايس لابد أن أضيف كولوم آخر في هذا الجدول إذن كيف أضيفه أنا؟ حتى أضيف كولوم جديد فقط أكتب لألتر تحديث يعني التايبل أي تايبل أنا أحدث عليه اسم التايبل أحدث عليه أنا هو هذا أوردر آيتم ماذا أقول له؟ أنزل أقول له آد كولوم ما هو الكولوم التي أضيفه أنا؟ عسلها لبرايس اسم الكولوم أضيفه أنا أصبح برايس ما نوع هذا الكولوم نوع لي أكون عسل المثال أنتجر وهو ليس أنتجر هو ديسلم المقبول لنقول أنه نوع لبرايس هو أنتجر وخلاص انتهى بهذا الطريقة ألتر تايبل يعني أنا حدثت على التايبل أي تايبل تايبل اسمه أوردر آيتم الذي هو هذا التايبل أضيف كولوم فأقول له آد كولوم ثم أضيف اسم الكولوم وأضيف النوع داتيب ممكن تضيف أكثر من كولوم فقط فارز وأسمعها بقية الكولومات يعني كولوم داتة تايب كولوم داتة تايب وتنهي الآن بعد أن أضيف ديسكرايب إيش حتى أرى هل فعلا تم التحديد فقط أعرض هل ديسكرايبر فعلا أنا عندما أضفت الكولوم يظهر فقط أقول له هكذا بهذا الشكل انظر ضاف لي حقل اسمهه برايس في الجدور قبل كان ما موجوده برايس ضاف لي حقل اسمه برايس نوع أنتجر الآن وجدت مشكلة أوه أنا نسيت شيء لابد أن يكون البرايس الدفولد باليو الخاصة به صفر أوكي الآن أنا لا أحذف ولا أضيف أنا أعدل أعدل على بيانات موجودة عادة ما يكون لك داتا بيس فيها مليون أو فراو وأنت تجد أن تعدل على نوع من الحقول كنت انت خاطت عشرة والبيانات أصبحت مليون تجاوزت تريد تسوي داعش ما يجوز تمسحك متعدل على يجب إذن يجب أن نعمل موديفاي للبرايس فكيف نعمل له موديفاي أيضا نكتب ألتر كيبل اسم الجدول بدأ الآن نكتب موديفاي نكتب موديفاي ما يحقل؟ حقل لبرايس نوع انتجر بقي نوع انتجر فقط نقول لـ default value الخاصة به هي 0 الآن الآن حولنا الـ price إلى default value 0 لو ترى أن default value نال نحول الآن إلى default value إلى 0 نعمل save نفذ من جديد الآن ننظر الـ default value الخاصة بهذا الجدول لبرايس هي 0 إذن حتى تحدث على column name فقط تقول لـ alter table اسم الجدول modify اسم الـ النوع data type وهي طريقة يحتاج إلى نوع data type نوص نال الآن أنا لو جيت وردت أن إيش أعمل ردت أن أمسح هذا الحقل اسمه الـ price فقط أخل لـ alter table أشغل له drop price فقط أقول لـ إيش نفس الشكل فقط أقول لـ إيش price يعني هو يعرف drop price بمعنى يحذف column اسمه price إذن بهذا الشكل الآن لجيت نفذت ونظر price اختفه ليش لأن عملت له drop ممكن تحذف primary key مثلا تحذف primary key primary drop primary key سوف يحذف لك primary key الموجود في هذا الجدول أو أي شيء تريده إذن فكرة الدروب تكتب بشكل التالي alter اسم الجدول alter table اسم الجدول ثم الأمر add or modify or drop ثم column هذا كل ما في هذا الدرس طبعا دعني أعيد لك حقل الـ price لأنه يفيدني في الدرس القادم شكرا لحسن المتابع ترجمة نانسي قنقر